يعني فكرة وجود نظام ووجود كمان احساس بالمسئولية تجاه اسمه مصر وتجاه فكرة المسئولية اللي عليك ودي يمكن نقطة مهمة الحقيقة جدا جدا يعني تشكروا عليها وتحترم ولو ما كانتش نبع منكو كمان انتو شخصيا من جوة مستحيل حد يقدر يلقنها لحد يعني الموضوع بكل بساطة احنا بنلعب باسمه مصر مصر دي احنا بنسافر برة في المحافلة الدولية مصر لصل اسمها بفوق لازم فعلا نرفع علم مصر بجد يعني ودي روح ودي روح يعني وهي دي روح اللي احنا نتكلم عليها يا كابتن ودي حاجة تشرف الحقيقة طيب خلي اعرف منك بقى فكرة التأهيل الاستعدادات الدعم اللي تقدم هل لسه محتاجين حاجة تتقدم عشان نقدر نحافظ على المستوى ده ومش بس نحافظ عليه لا كمان نبني عليه اولا بداية الدعم اللي تقدم كان فيه تعامل بين اللجنة البرامبية والتحاد كورتليات اللجنة البرامبية دعمت بالكراسي كورت السلة اللي هي موجودة بكل كراسي كل كراسي يعني احنا كنا ضمين في المعسكر لايكلنا على العشرين لعب احنا كنا عندنا لايكلنا على الخمسة وثلاثين كورسي دي دي يعني من خلال من خلال البرنامج واشكر اللجنة البرامبية بالكراسي دكتور حسام الدين مصطفى والكابتن عماد وعدم مجلس دارة جميعا لان فعلا نساعد لكل كويتهم اللي هو الفعلا البطولة دي تنجح الشك التاني اتحاد كورتليات دي ابتدى لو فيه مشاكل في العجل فابتدى لساين العجل كابتن محمد عزيزي نعمل عزيزي نعمل كذا كذا عشان نوفر كل صبر الراحة ابتدنا الاول ان اهل العجل وانجهزه قبل المعسكر 4-4 ايام يعني ابتدنا كان فيها 4 ايام سيونة العجل كامل وتجهيزه اللي اللعب يجي من منزل او من البيت يجي يوعد عالكورسي جاهز عشان يقدب اعلى مستوى لان الفترة كانت وسيارة ابتدنا طبعا بتعالها كابتن دكتور عادل مشرف اللعبة من كبر الاتحاد كورتلياد ابتدت حط خطة كابتن واق المدير فني انا مدارب معناك كابتن محمد عباني ميداي عادنا طب هنعمل واحد هنعمل اتنين هنوصل لإيه طبعا فترة قصيرة طبعا زيادة الحمل ونزل بحمل وطلع بالحمل طبعا كان كل تخوفنا اللي فيه اي لعب يتصاب كمان من اللعب الاساسية اللي لعب الكاسر العام من نسخة الاولى لانهم كان عندهم دراية كاملة عندهم خبرة كاملة بدراية كورتلي بس قلنا برضو نسيب الباب مفتوح لعله عسى يظهر حد من خناتك كويسة يظهر يخش في وسط المجموعة واحنا كده كده بنحس ساعة وراء الدهب فعلا فتحنا الباب لكل اللعيبة اللي تختبر بنات وشباب وابتدينا فعلا دي افضل مجموعة كارت موجودة اخر مجموعة اللي هي مسيرة مصر في كاسر العام فترة حالية ابتدينا طبعا معسكر فترة صوحية تدريب ساعتين غدا جيم فترة مسائية فطبعا كان فيه تكسف اللعيبة متروحش البيت الموبايل يا دوبك ممكن يمسكه ساعة بيتطمن على أسرته بنقفل تام الموبايلات تاني كنا عامنين زي معسكر مغلق كبصورة مغلقة عشان نقدر نحافظ على كوام الفرقة حدش شتت اللعيبة احنا كان عدافكنا الاول والاخير المركز الاول طب نعمل اول مجموعة اول مجموعة كلماتش صعبة جدا جدا معتشين الحمدلله كسبناها اتنين سفر لعبنا الهند لعبنا البرتغال التالي ماتش خسرنا من برتغال اللي هي بطلة عالم كسبنا الهند اتنين سفر وابتدينا بقى نخش بقى في الجد يعني مش الجد الجد اللي هو الانتحار بقى موت عادنا مع بعض احنا كل يوم لينا اجتماع بصفة شخصية انا كمع اللعيبة كنت بتقوله ايه بعيدك كنا بنقول احنا نازم ان نرفع على مصر في البطولة دي عشان دي العراضين احنا مش هتنزع الموضوع ده لو خدنا فضل احنا كنا نطلع من منصة التاتويك مكناش هنقف ايه موضوع اتنين سفر اتنين سفر اتنين سفر اتنين سفر احنا ما شاء الله تلين شيت في مباراة كتير عايزين نتطمن على مركز حراسة المرمى انا شايفه بنت هو في تبديل احنا اللعبة دي معمولة وفيها القانون اللعبة دي عاوز بس اوضح لمشاهدين احنا عاقاتنا مختلفة فعندنا مش كل الاعد على كرسي يعني نفس العاقة فيه عندنا عصابات عمود فقري بياخد بوزشة الكلاس معين فيه واحد مثلا عنده عاقة خفيفة بياخد كلاس معين المهم تجميع النقط اللي بينزل الملعب 12 نقط 12 نقط دي البنت دي 4 نقط فعندنا بنتي تاني نقطتين فاحنا لازمنا نجمع علوم شباب هي اللعبة فيها دمك لازمنا نجمع علوم اولاد ممكن يقلوا عن 12 لكن ما يزدوش ده قانون اللعبة عندنا مش شرط ان انا ممكن اجيب ايه اربع معاقين ونزلهم ثلاثة شباب وبنت لا ده ليه معاقات مختلفة ليه موصفات معينة ليها بوزشة معينة وده بيبقى ليه بوينت معينة او نقطة معينة نقطة معينة